ثبت ثم أجل وسحب من جدوى لأعمال جلسة السبت لأسباب يفسرها نواب بأنها خلافية ويؤكد آخرون أنها بضغط سياسي فعلى الرغم من أن التأجيل هو لجلسة واحدة إلا أن له من الأثر ما قد يربك مرحلة القراءة والتشريع وهو ما لا يأمله العديد ممن ينتظرون رفع المظلمة عنهم فيما يخص تأجيل القانون من عدمه أو إدخاله في جداول الأعمال هو إدخال سياسي أكثر مما هو فني وفعلي وذو جدوى نفع على المجتمع العراقي هناك مظلومين بالسجون نؤكد هذا الأمر أعدادهم النسب والأعداد عند القضاء على اعتبار القضاء هو الذي يحكم بهذا الأمر ويجد نواب آخرون أن هذا الضعف في تثبيت القراءة الأولى للمشروع يؤخر حسم هذا التعديل المهم وأن هذا التأخير في تعديل قانون العفو العام ليس الأول إنما أثر عليه مسبقا قانون خلافي وإن استمرت التأثيرات الجانبية على هذا التعديل فمن الممكن زيادة المظلومية على من أدينوا ظلما وأصبحوا ضحية التعذيب أو المخبر السري هناك كثير من أبرياء وكثير من عوالي أبرياء ينظرون إلى أنه يقرق قانون العفو وأن هناك فرصة لذويهم لعادة التحقيق في دعاوهم وخصوصا ما نعلم جيدا بالماضي كانت الأجواء السياسية المربكة إضافة إلى المخبر السري إلى دعاوة كيدية كانت واضحة بالمزاج القضائي ووضع المجتمعي لذلك هناك اعتراف إلى أغلبية السياسيين والأغلبية حتى من قبل القضاء هناك أبرياء خلف السجون راحوا ضحية التعذيب والأعتراف القاسري والمخبر السري وهذه التفاصيل المعروفة التي مرت على العراق في سنوات أجاف لذلك تأخير قانون العفو وزيادة الظلم على الأبرياء النظام الداخلي يوضح آلية إقرار جداول الأعمال التي يجب أن تكون قبل ثمانية وأربعين ساعة رئاسة المجلس وبحسب تأكيدات نيابية غيرت وعدلت في جداول الأعمال في أقل من الوقت المحدد في النظام الداخلي وهي مخالفة صريحة بحسب تأكيداتهم من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير